أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نوعتني دربي إن حبك يا أمي وإن حبك يا أبي حبكم يجري في دمي شكرا 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 إذن مرحبا بكم في حصتكم أولادنا تحت جنحنا تساؤلاتكم وصلونا ورانا نحاول في كل حصة إدراج موضوع ما باش يسهل عليكم تربية النشأ أولادكم اللي هم أولادنا ورانا تحت جنحنا موضوع اليوم موضوع مهم مهم جدا بزاف الأولياء لما أوليده يكون عنده النتائج شوية ضعيفة وكامل أول رفلكس يعني أول رد فعل راح يديره أنه يأخذوا دروس خصوصية يعني ديكور ديكور بارتيكولية كما يقولوا اليوم راح نتكلموا عليهم يا هل ترى ملاح يا هل ترى مش ملاح في أي وقت ملاح كيفاش نتعاملوا معاهم واش هم المعلمين اللي نختاروهم علاش نختاروهم كاين عدة أشياء اليوم راح نوضحوهم راح يرفقني اليوم كرم معتاد سيد لابري نوردين تفضل مختص في علم التربية 39 سنة في سلك التعليم تفضل تفضل أستاذ تفضل مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك الدكتورة محرس خان عبلة أخيسائية في علم النفس فضلي مادانك فضلي شرفتنا شرفتنا مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك ودائما عندنا تجربة حية اليوم معنا السيدة مفتاحي نبيلا راح تكلمنا على تجربة تحا فضلي مادان فضلي مرحبا بك مادان شرفتنا ونستاذفو في كل مرة طفل ولا طفلة يجي دي الوجيبة تنتعو باش انتو متاني يا أطفال تروحوا دي الوجيبة تحكم باش تنجحوا نستاذفو مجدا تفضلي مجدا تفضلي تفضلي تعالي بنتي وشراكي لباز لباز شعرفي عمرك مجدا سبت سنين سبت سنين إذان اختارينا لك هذا المكتب الجميل يوم باش دي الوجيبة تنتعك تفضلي بنتي تفضلي يالا بني برافو 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 شاطرة شاطرة إذان انتو متاني يا أطفال هذا هو الوقت اللي تروحوا ديروا فيهم الوجيبات تنتوعكم باش تنجحوا شكرا 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 إذان مرحبا بكم مرحبا بكم في هذا الموضوع المهم أنا نظن من خلال حصة ولادنا تحت جناحنا بالمرات ناخدوا مواضيع بسيطة ولكن الأهمية انتحة كبيرة كبيرة لأن الأولياء بالمرات محتاجين نصيحة بسيطة مثلا ولدوا عندوا نتائج ضعيفة بلك ولدوا حس باللي ولدوا لازم له سوتيان لازم له يعونوا لازم يروح مباشرة لدروس الخصوصية ولا الدروس الخاصة ولا للكور دو سوتيان كما يقولوا ولكن احنا اليوم ماذا بنا نتكلموا عليهم وكيفاش نختاروا هاد الدروس هادي راح نبدأ بك سيد لابريبي مأنك تسعة وثلاثين سنة في سلك التعليم الأولياء نظن دائما يتسألوا كي قربوا الامتحانات يحبوا يديروا لكل ولدهم ونظن باللي دائما الحاجة اللولة اللي نديروها نتوجهوا للمدرسة اللي يدرس فيها ولدي نروحوا نتكلموا مع المعلمين ونقولهم أي درس نختار أي معلم نختار واش تنصح ندير أي مادة اللي ندير فيها السوتيان واش هي المادة اللي ولدي يحتاج فيها الدعم هذا ماذا بي تتكلم لي عن تجربة نتعك وهل انت رك مع الدروس دروس تدعيمية وكيفاش رك تشوفها شكرا مستاذ يزيد بارك الله فيك أنا نقول لك باللي هاد الموضوع انتع الدروس دروس الدعم وكان عندها تسميات كثيرة هي الهدف واحد ولكن تسميتها يقول لك هالي كوردي سوار كور بارتيكولية كوردسوتيان كوردسوتيان خاصة إلى غيرها هي تسميات كثيرة هي المهم وهذا النوع من الدروس هي دروس إضافية خارجة عن الدروس المقدمة من طرف المبرمجة من طرف المنظومة التربوية حسب البرامج والمناهج وإلى غير ذلك لكن اسمح لي نقول لك باللي هاد الفكرة هذه تعد دروس الخصوصية هذه هي فكرة بحقيقة ما هيش قديمة جديدة أو في السنوات الأخيرة زادت كثرت كانت قليلة كانت قليلة جدا 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 يتخلط وخلاص يعني نيبورت كومون في أي وقت في أي وقت وفي أي كيفية أنا ندير لوليدي دروس الدعم كي لدي له برنامج كل السبت ويقرأ نعم يعني يخذروا من المدرسة تقريب ثلاث مرات أربع مرات في الأسبوع هو الطفل لازم يلعب لا ما يقول السبت حتى الخمسة من الخمسة لفوق يدينوا ليكور دوسوار هذه المور وليكور دوسوت يعني تخلطت الأمور أصبحت غير منظمة غير ممنهجة والولاة تؤدى بطريقة علمية ودخل فيها الربح السريع تاني هذا هو اختارات الحابل بالنسبة هي دروس الخصوصية موجودة في كل بلد العالم حتى في الجميع حتى الطالب في الجميع كانوا يحتاج إلى دروس خصوصية عن الدكتور عن كذا ولكن حنا اليوم الأولياء عن جهل عن جهل يحب ولده يتفوق يشوفه جاب معدل تح 13-14 يحب ولده يجب 18 شرعي هذا شيء طبيعي ويقول لك لو يسأل كما قلت في البداية يروح ويتصل بالمعلم وبأستاذ ويتحور معاه والمعلم كذلك يكون واعي يكون عارف يكون دير تقييم فعلي ويوجه الولي إلى مادة أو مادتين بالضبط لا بس وفي فترة ما وفي فترة ما معينة نعم لكن احنا الأولياء غالبا ما يسألش المعلم وما يسألش الأستاذ ولا المربي يروح مباشرة قال شوف الحماء هذه كرة يدير لي كورتا العلوم والأخرى يدير لغة والأخرى تعلمات تلقى طفل يجري من هنا من الحياة هذا اليوم غدوة العلوم غير غدوة الماتماتيك وهذا قد يضر التلميذ أكثر مما ينفعله خاصة في الطول الأول وين الطفل يحب يلعب يلعب وحتى ما راح النموة أو تتطلب اللعب كان حصة خاصة بالطفل واللعب راح نتكلموا عليها ونحن ترقل هذه النقطة هذه أن الدروس الخاصة بالمرات ما لازم هاش تفوت على الحدود التاعية فكسس ويكساجيري راح يتفوت أستاذ يزيد خاصة في الطول الأول يعني نتكلموا عليه لا حتى في طول خاصة ولكن حتى في المتوسط يعني الطفل حسبعت عنده وزيد الأخطر من هذا هو أن بعض الأولياء يعطوا أولادهم إلى أشخاص لا أقول إلى معلمين إلى أشخاص لا علاقة لهم بالتعليم وأنا اتفاجأت في السنة الدراسية بداية السنة الدراسية زوج أولاد صغار عند معلم أو معلمة من مكروش يعني عمره ما كان معلم يعني عنده مستوى متوسط كذا وقال أنا نعلمهم الحساب ونعلمهم الحاسب بلا ما يكون مدرس ثاني ما هو مدرس بالمرات يحوسوا واحد أنجينيوري قريل مات واحد يكدر ولكن البيداغوجي هي الأساس الأساس لا يمكن لا يمكن باش تعطوا لولادكم أنا جائل أولياء هذا نداء يا سادتي ويا سيداتي بالضب ما تعطوش ولادكم الناس ما رهمش متخصين في ميدان التربية والتعليم باش يدروا لهم دروس الدعم دروس الدعم شكرا دروس الدعم لابد منها بداغوجي لابد منها بداغوجي ولكن لازم تكونوا بدروسة بالضبط ما لازمش نبانيكي لما نشوفوا اليداي ونقالكولوا لو ماتيماتيك ما وصلش المعدد يعني أصلا ما هوش حل أنك بعد تبوريه يقرأ الجمعة والسبت والعشية وقريت وزيد قراء ما يلعب ما يديرش يعني النشاطات اللي يديرهم الأطفال لي في سنه أنا أسألت بعض المعلمين معلمين حقيقيين نعم يديروا هذا الدعم في المساء أنا أسألتهم قلتوا للمشاركم راح يدرهم في رياضيات واش عندك يقول لي عندي نبو تعل البيان تعل سنة عربة يقول له مرش حير بش راح يدير يجي وخلاص يدير قري وخلاص يدخل يوم واش الدرس يما فهمتوش هو عنده عشرة ثمانية خطس كين كين دروس الدعم الجماعية بضبط وكين الدعم الحقيقي هو وان تو وان كما يقوله واحد ما واحد نعم نعم هذا هو سيديكور فارتيكوليير يعني بش تعرف فريمان للكون تعلن فاردي ينسور يدير له تقييم أو تقويم أنا المصطلح يقيم التلميذ يشوفه لأن التلميذ موش معنى ما يعرفوه له في الرياضيات أو في اللغة أو في العلم موش معنى لا شيء في المتوسط أو في نهاية ابتدائي ولكن عنده نقص هي سلسلة وكان حلقة من سلسلة رحت له هذي كذب يعرفها المعلم الماهر يكتشفها يقيم مليحة التلميذ فيه ناقص ويروح يعالج هذا النقص فقط وهذا ما يسمى بالاستدراك نستدرك لا نعلمه كل شيء في هذا الدروس في نص ساعة أو لساعة تلميذ أنا مش في البكري كانوا عندنا حصص الاستدراك لا وهي موجودة اليوم جميلة لازم لكن يا أستاذ ينزل هي موجودة يعني جماعية كما يقولوا مايش فردية لا ولكن جماعيستان جروب الغروب مايفوتش ثمانية إلى عسرة دونك ويتالاب من تلميذ ممكن ممكن وكل ما نقص العدد تعلقس كل ما نقص الفوج وهذه مهمة جداً هذا علاج تربوي لاستدراك ما فات التلميذ لأن التلميذ ممكن في درس من درس يغيب لمعراضين أو لسببين أو لآخر ممكن درس راح له ممكن أثناء الدرس كان مريض وما فهمش يعني خلال الأسبوع قبل ما نمره إلى المحور الآتي إلا هو التلميذ مندروله حصة تعسعة تعستدراك في المواد الأساسية موش في كل المواد غياضيات اللغة وفي اللغة العربية هي اللغة الأولى وفي اللغة الأجنبية إما الإنجليزية أو الفرنسية لكن يا لي الأسف الشديد أنا يسمحوا لي زملاء المعلمين كي نقول بعض المعلمين منقول كل أنا أنا عمم بعض المعلمين ما شي فهمين هذا الاستدراك واشنو الهدف منه وحتى الأولياء وحتى الأولياء وحتى التلميذ كان بعض الأولياء يجيوهم يشتكو قول الكو لي دعنا تدي الاستدراك ايه وبالنسبة لي أولا يجيوها الاستدراك كاي كان أهو ما يعرفش أكزاك بارك الله وفي يعني غير تلميذ الضعاف ومن عندهم الاستدراك المفروض العكس المفروض الولي كيشوف وليده مفهامش أو غاب أو راح له درس هو ليحرص ويجي للمعلم ويقول له ماذا بك وليدي تستدعيه للاستدراك ونقله حتى التلميذ بس تكون عنده الدافعية اللي تكلمنا عليها في حصة من الحصص إذن يكون يقول الاستدراك هذا مهم جدا لأنه الأستاذ يكون غير مع ثمانية أو عشر تلميذ ويكون عارف ما هي مواطن نحن في ساعة أو ساعة ونصف ينجم يستطيع أن يطلق بعضها هو جميل لأنه هو هو اللي راو يدرس البرنامج بارك الله مشيك ما يجيب واحد خارجي أنجنيور ولا حاجة ولا بلك شي مطلع ما بقع البرنامج يجي هو يقولك واش قريته واش درته وانت ولي توري له ونزيدك حاجة سيزيد أحيانا ولكن هذه قليل سرى مرتين في الفاصل ولا وإن الأستاذ يدير استدراك للقسمك بأكمله متى لما يقيم قصية وشور الحانية الحانية يعني في الحين كانت تعشهار كانت تعسينة ولكن أنا در الدرس كيفاش نعرف هل وفقت في الوصول إلى الهدف أو لا من وفق من خلال آليات تعال تقييم أحيانا المعلم المهر يقيم غير هكذا ويشوف اللي باللي الدرس دعوه مجحش نحن وش ندير عندي حصة هذه تعالي استدراك أغتنبها ولكن موش دايما مرة فالشهار والشهرين ونجيب القسم كله وأعيد الدرس بطريقة أخرى وبكيفية أخرى حتى لا يفوت التلاميذ هذا الدرس هذا إذن قلت اليوم أصبحت هذه الدروس الخصوصية تقريبا عامة ما كانش قليل للعائلات اللي ما يدفع وهذا وشنه هو اليدفاع أحيانا موش غير الرغبة والاهتمام بتعلم أبنائهم موش غير هذا هو تحسن الوضعية الاجتماعية للمواطنين الجزائريين بضب زمان كان أب الأسرة عنده زوجة الزراري مين جنج بسرح يخلص له هذه التكلفة تاع الدرس اليوم الحمد لله يعني تطور المجتمع والعائلة تطورت واصباح الأب والأم والأولويات تغيرت حتى الأولويات تغيرت يعني تلك الأولياء الأولويات تحهم هي الدراسة هي حاجة مليحة على كل حال وهذه تساعد ولكن ننصح الأولياء أنا شحاب الواحد نصحته يقول لي بني دراوي دي ثلاثة أو ربعة مواد قبل الامتحان أو حتى حتى في بداية سنة أنا ننصحه نقول له لا يا أخي هذا كثير على الطفل ما تخليه الوقت باش يلعب ما تخليه الوقت باش يراجع عندما يكون وحده في الدار وهادي وكذا هذا رايح تضره بالوقت أكثر مما تنفعه بضب شكرا شكرا أستاذ أستاذ محرس خان عبلاء مدبيين تكلموا من جانب الجانب استيعاب استيعاب دروس من جانب النفساني يعني هل نفسية الطفل نفسية الطفل هو كشخص يعني لما يشوف رحو مثلا ضعيف شوية في الدروس ولا هل هذه الدروس الخصوصية راح تزيد له يعني ثقة في النفس هل هذه الدروس الخصوصية راح تنفعه هل ترى الأولياء حابين نقول لهم اليوم باللي هل هذه الدروس الخصوصية هي يعني لابد منها كي يكون ضعيف الطفل ولا كين طرق أخرى طرق أخرى باش نعود ونشوفه قابلية التعلم لأنه بالمرات الطفل عنده مشكل في حاجة أخرى كما تكلمنا في حلقات مضاته كامل بلك عنده قلة دافعية لتعلم وهو يزيد له ليكور يزيد له ليكور بلك مع أستاذ وحد أخر هو في نفسه هذك الأستاذ ما يحفزوش باش يقرأه كامل ومن بعد في أغلب الأحيان سمعتنا أولياء يقولوا كان أوليدي قريتو وجبت له لي بروف وجبت له كامل بس هل نتعيش تعوه بتغيرتش هل ما دابين هاد النقطة هذي نتكلموا عليها باش الأولياء يكونوا في الصورة فضلي أستاذ إذن بدوري أرحب بالحضور الكريم ويسعدني دائما أن أكون في رحاب هذه الحصة الشيقة والمفيدة لكل فئات المجتمع إذن تكلموا شكرا شكرا بالنسبة للدروس الخصوصية ويعني سيكولوجية هذه الدروس إذا صح التعبير يعني كيفاش تكون الإنعكاسات النفسية وما هي الضرورات بالضبط بشكل عام إلى دعم ومساندة ولكن هذه وقتاش وكيفاش لكن يعني للضرورة يعني وبشكل كيفاش يقدف تجاه هذه المساندة مقبيل اللي قال كلمة لأستاذ نوردين عجبتني قال أنه شكا إيتونيك كل حالة هي فردية وبتالي أنا حتى نلحق باللي وليدي نتأخذ القرار أن نديه إلى الدروس الخصوصية لازم نكون ندرس الحالة تاعه أول شي ندرس الحالة تاعه عبر كشف النقاط يعني نقرأ أو بتحليل نحلل هذا كشف النقاط تاعه وإذا تريت تروح تشوف الأساتذة والملاحظات والأساتذة بطابعة الحال نروح نشوف ونشوف بشكل تقني يعني كيفاش نقدر نعاونه ونشوف أسباب شخصي كين بعض الإضطرابات التعلمية أو المدرسية اللي يساعدوا فيها الأولياء فقط أو مثلا نشجعوه كما كنا تكلمنا في جهة أخرى تكلمنا في حلقة أخرى على الدافعية وتكلمنا على أن الدافعية هذه بلك هذاك الوقت ما سمحت ليش الفرصة أني نقول أنه الحل الكبير هو أني كيفاش نرد هاد الشخص مسؤول لأنه مثلا شاهد العيان اللي كان معانا في الحصة قال ما كانش يقرأ لي مليح وليدي ما كانش يقرأ لي وما كانش يجيب لي مليح كين وقرتين في الحصة الخرار فهو قال لك جبت لك خمستاش وزيطاته هذه هي لفيك الطفل والأوليدي راه يسمع هذه النسبة نسبة نتائجه لي أنا يتسمعه هو يقول لي يجازيني ولا يعاقبني بهذا المنتوج اللي هو لو كان رأني أرى وراضي علي يا صون بوقصون يجازيني بالك يقرأ مليح وإذا شوية رأني مقلقات ولمزعفات ويعاقبني بزوج والله خمس على عشرين إذن أنا أول شي اللي راح نحاربه نحارب هذا الهذا الاحتواء الكبير يعني بفطرتنا كأولية نحتوي أولادنا ويعني هذه من الفطرة الإلهية باش نحافظوا عليهم وباش يكبروا باش يرعى ويتكفل بهم في أحسن الظروف كيما النبتة صغيرة لراني حد منها منتوج لكن هذا التكفل وهذا المراعات لهذا الطفل ما شي هي بالذات اللي تتحول عائق كي أن تقول لي هي عائق إذن القاعدة الذهبية في التربية هي لا إفراط ولا تفريط ما نفردش إلى درجة القسوة والإهمال والتهميش ومعلى بلش جعب وليل يقرأ ولا ما قراش والصراعات المزمنة كاين صراعات أسارية مزمنة اللي نضعوا عليه يرقدوا عليه وما يحلوش مشاكلهم وهذا الشيء يأثر على الأولاد ويشوفوا إنحرافات ويشوفوا إلى درجة الإجرام يعني في الإنحرافات اللي ما تتعالشت واللي تؤدي إلى الجاربة كيفاش حبيتوا يقرأ هذا الوسط لكن كذلك الرعاية المفرطة ووليدي حتى التقام يغلق هاش هو وتكلمنا عليها هذه مرة من المرات مع أستاذ نوردين اللي قال لك لازم ولادنا نحن نبدأون نعلمهم المسؤوليات هذه البسيطة إذن أنت المسؤول على قريتك وهنا ما نتكلموش على الإبتدائي كما قلت أخي يا زيد أنه الإبتدائي رح يتعلم فيه التكيف مع المحيط المدرسي أكتر من ما هو مطلوب منه من المردودية المدرسية حتى أنه الادابتاسيون والإندماج مع المحيط المدرسي ويتعرف على هذه الأسرة التربوية جديدة لإحتضناته من جهوة من الدار أو من لاكخيش إذن وهذا ما يعكسه برنامج الإبتدائي هو سهل فالطفل عندما ينتقل إلى المتوسط أو إلى الإكمالية يبدأ يشوف أنه أولا تعدد الأساتذة تعدد المواد رجعت البارامج معقدة أكثر متخصصة كذلك الحجورات كبيرة يغير سح أو يبدأ يدخل فيه قسم كل ساعة يدخل له أستاذ بضغط ماشي كما كانت وترجعني مع أستاذ واحد يتم هذا التنوع هو بالنسبة لي رح تبدأ تتعقد شوية المهمة وهنا نتكلم على التدريس بالكفاءات اللي رانا نقول الآن نتكلم إذن الإنسان عنده وظائف كلنا عندنا وظائف نفسية معرفية وعقلية كما وظيفة الإدراك والانتباه الذاكرة حتى الذاكرة كين وظائف معرفية قاعدية اللي على أساس هنستعملوها باش نبني وظائف أخرى أكثر تعقيد مثلا الإدراك والانتباه كين ننتبه أنا ولا أدرك باللي مثلا هذه سيالة هذا أريكا هذا أرض رغم أن الألوان تختلف هذه رمادية وهذه حمراء لكنها سيجيسول يعني الأرض هي نفسها هذا أو هذا هو باكتغ إذن هذا الإدراك نبني به عملية أكثر تعقيد لكما الاستدلال والتحليل والنقد والاستنباط والذكاء اللي هو الذكاء هو سرعة معرفة العلاقات كيفاش نقدر من عدة عوامل نشكل مبينتهم علاقة نكتشفها هذه العلاقة إذن هذا هو الذكاء في صميمه فقط إذن هذه الوظائف كلها جهزنا ربي بها كلنا بنفس الطريقة هذه الوظائف هي باش تسمح للإنسان أنه يكتسب مهارات مثلا مثلا مهارات الجمع مهارة الطرح في الحساب مهارة القراءة كيفاش أدرك الحرف ثم أستوعب هذا الحرف يعني اللي نعرف هذا الحرف نخزنه في الذكيرة وبعدك نستعمله في الوقت المناسب هذه المهارات هي تساعدنا كذلك باش نحولوها إلى كفاءات ترجع عندي كفاءة الملكة الأدبية لأني مرنش نتعلم مثلا أنا أدرك الحرف ثم أقوم بالقراءة يعني أتعلم مهارة القراءة لكن هل أنا أتعلم القراءة من أجل القراءة؟ لا أتعلمها من أجل أنه يكون عندي ملكة أدبية من أجل أني نحسن مستوي الأدبي واللغوي في شتة اللغات يعني كإن ما كان هذه اللغة لأني نتعامل بها كذلك بالنسبة للرياضيات هل رأني نتعامل الجمع والطرح من أجل الجمع والطرح؟ لا واللي نستعمله هو دي بازل حاجة أخرى نتعلم الدوال وباش نخدم بها أشياء أخرى هذه هي إذن أنا بالنسبة لي ابني مثلا عندما تعقدت البرامج لأنه الكثرة في الابتداء وبالكي شاركنا الرأي أستاذ لابري بما أنه هو مختص في المجال في الابتداء يكونوا مشاكل تكيفية أكثر منها مشاكل تقنية تحصيلية تقدر مثلا لغياب أستاذ ما أو لظروف استثنائية ترجع ما عنده شئين باز تقدر مثلا إلى راتي لا باز تعود على الفرنسي مثلا لظروف استثنائية مثلا تغيب هو كان مريض نقدر تماما ندخل يا أنا ندخل يا أستاذ معلم كما قلت يكون في الإختصاص لكن عندما من هذا المشكل يبدأ يظهر في المتوسط ثم يكون أكثر إلحاح في الثانوية أكثر بن قوسين تخف يعني ضرورة دورة خصوصية في الجامعة تخف أكثر ولكن كيف تقول دورة خصوصية يا هل ترى يا هل ترى لازم تكون مكثفة ما تكونش مكثفة نقول الأولياء كاش يتعاملوا معها أنا حبيت نفسيا يعني كاش يتعاملوا معها لأنه نفسية الطفل كان له بوغاج هذاك مثلا الأطفال تشوفهم يقرق على الأسبوع ويزيد الجمعة يريح نوبال شواء والسبت الصباح يديه يديه سبور العشية يديه الليكور وكامل يا هل ترى الواحد في المتوسط أو لا أنا جاب لي ربي بزاف عليه أنا أقول لك كلمة فقط التلميذ هذا المتوسط أو الثانوي لو كان يقرأ كي يقرأ في القسم ويزيد يدير دروس الخصوصية ودفوه ما يجيبش مليح يقعد ما يجيبش مليح خمسة وستة على عشرين لأنه راه ينتظر أنه هذوك الأسات إذا تعه في زوج ولا ثلاثة هم ليخدموا مكانه في الاختبار المحور الأساسي هو الاجتهاد لازم هو يتدرب وعليش تكلمت لك على الوظيفة والمهارة والكفاءة لازم المادة العلمية راهي عندي كإنما كانت هذه المادة العلمية أدابية أو علمية أو تطبيقية لازم هو يتدرب هل مثلا الرياضي الشخص الرياضي هل كي يكونوا عنده مدربين عشرين هل عشرين مدرب يقدروا يخدموا رياضي أنا مثلا لست برياضية العمل العرق والعمل والاجتهاد أنا يجيبوا لي عشرين مدرب ونقعد نستنى فيهم هو ما يخدموا مني نكون رياضي نكون سبوختيف لا لازم أنا لنتدرب هذاك بالنفس الشيء بالنسبة للتلميذ لازم المبادرة تكون منه هو وبالتالي هنا هنا تكمن العلاقة الجوهارية ما بينه ما بين ولي الأمر ولي الأمر لازم ما يكونش هو متبني هذاك التحصيل والله هذاك العمل ماشي تجيب لي و تدير لي لا أنا أنا رح نعاونك في مشوارك أنت مثلا أم أدابية تكون مشروع ناجح بينسلوا لو كان نجحت أنت يتسمى أن ننجح أنا مادم أنه هو مشروع تاعي لكن بطريقة غير مباشرة نوصل له هذا الشيء ما نخليش يتكل سون بوخصون يعني بطريقة عامية رأنا نتكلمه يعني بسيطة ما خليش يتكل عليها سون بوخصون لأني مهما مهما رح يكون مشي أنا لح نعيش حياته بضل هو تقدر تكون عنده خصوصيات وصيفات فردية لي بلك أنا نجحت في الأدب هو ينجح في الرياضيات بضل ماشينا ما نقدرش نعيش حياتي زوج مرات أو ثلاثة نقدر نساعد فقط ونرافق إذن الدروس الخصوصية هذه تكون صحيحة كي تجي في وقتها المناسب بضل تدعيمية كما قلت مقبل هذه هي وكان كان المشكل في الدفعية ولا كان المشكل في المشاكل الاجتماعية والأسارية اللي ما خليتوش قعيقرة ولا كان المشكل في رفقة السوء ولا كان المشكل في أي حاجة أخرى ما رحش تحلها الدروس الخصوصية لكن عندما تكون كيما قال تراكم العوائق الدراسية ما فهمش درس وزاد ما فهمش الآخر وعلش لأنه التعلم هو عملية بنائية تبني عليها تتعلم أنت معلومة ثم تبني عليها معلومة أخرى إذن لو كان كان شرخ في هذا البناء رح تساعدوا بالضرورة رح تساعدوا تقنيا الدروس الخصوصية شكرا 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 أستاذ شكرا سيدة مفتاحي نبيلا مرحبا بيك مرحبا بيك بك مرحبا حبينا لو كد تحكي لنا شوية على التجربة لتعك في هذا المجال لتعالدروس الخصوصية لتجربة لتعك كيفش عاشتها بعدها بسم الله الرحمن الرحيم نشكرك الأخ يزيد على هذه الحصة اللي راهي تنبه الأمهات والأباء في البيوت تحهم الله يخليك ونشكر الحضور الكرام ويشرفني نحضر مع الأساتذة الكرام الله يخليك تجربتي الحية هي الفصل الأولي يكون عادي أنا نقدم أوليدي عاديا نحب نتكلع عليه نشوف القدرات توعه قبل ونبعد نشوف الغزلتات تاعه النتائج تاعه إلا كانت ناقصة وما قدرش يوصل المعدل اللي لازم يكون نروح للدروس الخصوصية نشتهد معوليدي الأولا أنا نتكلع له عمره قبل ملح ونبعد نروح للمعلم تاعه للمعلم الخاص هل الدروس الخصوصية اللي خديتها لوليدك ولا كانت بانتظام ولا خديتها في وقت ما أبرك أنا بالنسبة لي كانت بانتظام هذا هو اللي حبينا حبيت أنا علش بانتظام لا خطش هو صغير لازم شغل نزيده شوية مانيش حبي نزيد قدر أكتر من اللي لازم حبيت نزيد له شوية يا هلتارات بعد الدروس تحسن؟ بعد الدروس تحسن حسن ملح مش ملح مياه بالمياه وشنو زيت له شوية لخطش كان أنا ناقص لي باش نمدلولي دي فهمتك فهمتني حبيت أنت تقريه أنت تفاهمه حبيت أنا نطيله كلش فهمتك بسا كما قدرتش نوصل حبيت نزيد له من الأستاذ تاعه وشنو حبيت أنا الأستاذ اللي قريح آه دكور حبيت الأستاذ اللي قريح جميل وش كني قول أستاذ آخر جميل يعني بتجيب له واحد مرة بتخاف ما ما يكون شغل بيدا حبيت الأستاذ وشنو ما يميرسون اللي كو اللي الدروس الخصية كتجارة هذي أغلبين شنفرغ منه ولكن احنا ما دابنا يا حبذا ما عليش الإنسان يتعب لكل توتبان ما غير تسالاغ مليح أنه هذي الأستاذ هذا كما يقول يحل المال وكما يقوله على الأقل يكون فيه بيداوجية وكما فيه تعلم يكون فيه متابعة متابعة وشنو كما كما قال الوليدي أنا يا أقرأ عند الأستاذ أستاذ تعود ودالو ليكو شغل يكمله شغل يقرم عفل مدعسة وبعد يزيد يدلو هذا الدرس وتحسن بعد الدروس الخصوصية الحمد لله قل أنا تحسن الحمد لله الحمد لله شكرا شكرا أن تفسحها شكرا إذن إن شاء الله تكونوا استفتوا معنا بهذه الأراء هذه إذن ولدكم ما تعطوهم شو أحد يقرهم في دروس خصوصية ما عندوش علاقة معنا عبر موقع الإنترنت ولدنا تحتجنا بوانكوم ولا صفحة الفيسبوك ولدنا تحتجنا ممكن ترسلونا بالمواضيع اللي تهمكم وسوف تدرج إن شاء الله سلام بيزيدنا فرحة وكدى إلاجنا بالمجال حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم حب حمام لا مقهور ولا مدلولة فلعب تحيا بسلم أمام نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما